قبل ما خش في أخبارنا تعالوا كمان نعرف المباريات المباريات دور التمانية في بطولة أفريقيا ومواعدها لأنه كمان ده مهم جداً النادي الأهدي طبعاً هو طبعاً شاغلنا الشاغل ولكن كمان نحب نعرف الأربع مباريات اللي في دور التمانية اللي على أثرها إن شاء الله اللي حيفوز بالنقاء أوت حيصعد لدور الأربعة أو دور قبل النهاية إن شاء الله الجمعة بكرة شبيبة القبائل أمام الترجي الرياضي غير طبعاً النادي الأهلي طبعاً يوم السبت النهاردة يوم الجمعة 21 إبريل شبيبة القبائل مع الترجي وبكرة إن شاء الله سيمبة مع الوداد الرياضي الأهلي إن شاء الله مع الرجاء وشباب بولزداد مع سان داونز دي الأربع مباريات إن شاء الله النادي الأهلي حق نتيجة زي ما بقول لحضراتكم نتيجة تطمن يعني عايز أقول لكم خلاص ما بقاش دلوقتي فيه بره وجوه صدقوني يعني بنشوف كده في الشامبينز ليج ما فيش بقى خلاص مباراة بره ومباراة جوه النادي الأهل إن شاء الله باصص على البطولة يبقى حقا نتيجة إن شاء الله كويسة تساعدوا شوية فيه مباراة العودة في المغرب لكن خلي بالك النادي الأهل إن شاء الله زي ما بقولك يعني اللعبة كلها مركزة جهاز الفني مركز مجلس إدارتنا متابع وكل الدعم اللي فرقتنا للوصول للمباراة النهاية فالنهاردة لما أتكلم معه كمان مع نجمنا في الستوديو النهاردة أو في الحلقاتنا النهاردة الناس كلها كانت ساعة الأرعى يا الرجاء فريق فريق كبير ما فيش شك نادي الرجاء فريق فريق كويس يعني فريق قوي ولكن إحنا النادي الأهلي يعني إحنا كمان النادي الأهلي يعني أعتقد يمكن يكون الألأ شوية عند الإخوة المغاربة لأنك بتلعب بطل يعني حصل على يمكن 11 نسخة من هذه البطولة وإن شاء الله بإذن الله يعني نكمل على خير فالألأ الإيجابي لازم يكون موجود احترام الخصمه ده مهم جدا احترام الخصم لازم يكون موجود الاستعداد بتركيز عالي جدا من اللعيبة والجهاز الفني لازم يكون موجود الأغز بالأسباب والقوة والتحدي داخل الملعب وروح الفنيلة الحمراء ده لازم يكون موجود ما فيش فرقة بتعتمد دلوقتي على تاريخها بس آه ريال مدريد ما بيعتمدش على تاريخه بس البايرن ما بيعتمدش على تاريخه بس كبير جدا على الفوز المباراة مهمة في الشك ولكن أنا فيعتقاد إن شاء الله قد تكون مباراة سهلة قد يكون مباراة سهلة لو النادي الأهلي بكامل تركيزه لو النادي الأهلي عمل بعض النقاط إن شاء الله ربنا ووفقه فيها نجيب جون بدري في التاني نلعب كورتنا اللي متعودين عليها وللنادي الأهلي كمان معاودنا عليها خلال المباراة اللي فاتت أعتقد يعني إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة إن شاء الله الطريق للوصول لنصف النهائي طيب